السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم راح نعمل تجربة عملية عن مشروع بسيط، الفكرة من عندها أنه احنا عن طريق الويب راح نستطيع التحكم بالليد، عندي اثنين ليد هنا باللون الأزرق وباللون الأحمر، طبعاً في البداية هذه أزرار نتحكم بها بتشغيل الأضوية الدايود، لما أضغط ON راح يشتغل عندي اللون الأحمر، لما أضغط ON راح يشتغل عندي اللون الأزرق، يعني في عندي اثنين دايود أستطيع تحكمهم عن طريق الويب. طيب، هذا الشي كيف احنا راح نصنعها؟ بالبداية شو الأشياء اللي احنا نحتاجها؟ خلينا نجي نشوفه هنا، الأشياء اللي نحتاجه هو اثنين دايود، تمام؟ LED، ومقاومتين، المقاومة 120 أوم أو 120 أوم، تكون كافية، زين؟ قالت الرابط كيف راح تكون؟ من D1 بالنود MCU، من D1 راح يذهب للطرف الموجب للدايود الأول، والطرف السالب من الدايود يذهب للمقاومة، وبعد ذلك يرجع للأرضي. بالنسبة للدايود الثاني، فراح يطلع من D2 ويذهب للطرف الموجب للدايود الأزرق، ومن الطرف السالب للدايود الأزرق راح يذهب للمقاومة، ومن المقاومة يذهب للجراوند الأرضي. هذا آلية الربط ببساطة، تمام؟ لكن كيف نحسب المقاومات؟ طبعاً موضوع المقاومة جداً جداً سهلة، يعني إذا هنا نتيجة تكتب على سبيل مثال، المقاومة هو للتحديد للتقليل من حدة التيار المار في الدايود، لأن الدايود ما يتحمل فولتية عالية، يعني أكثر من ثلاثة يحترق، فإحنا ليش نحرقها؟ نخلي مقاومة حتى يقلل من التيار اللي يمر بها، وآلية حساب كالكوليتر، لاحظ، آلية حساب المقاومة، في عندك أنواع من المقاومة طبعاً، ممكن تكتب فقط رزيستور كالكوليتر، راح يطلع لك دي جي كي، هذا الموقع، دي جي كي، أوكي، فهنا عندك نوع أربعة باند، عندك خمسة باند، وعندك ستة باند، لاحظ، الألوان اللي راح تكون على المقاومة، يلا، نرجع لنعمل باك، الألوان اللي راح تكون على المقاومة، هذا نسميها بالباند، أوكي، باند، يعني هذا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا أربعة باند، تمام؟ في عندنا مقاومات خمسة باند، يعني لاحظ هنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هذا أيضاً أربعة باند، تمام؟ في عندك ستة باند، وفي عندك خمسة باند، لاحظ، هذول أربعة، كلها أربعة باند، لاحظ، هذا أتصور خمسة باند، لاحظ، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا نسميها خمسة باند، وفي عندك ستة باند، فأنت حسب المقاومة، لكن كيف راح أقراها؟ قراءة المقاومة، اقراها دائماً، من وين؟ من اليسار لليمين، أوكي؟ طيب، إذا أنا ردت مقاومة، على سبيل المثال، إذا أنا أريد مقاومة، مئتين وعشرين، فإذا اللون، لاحظ، الألوان، من صفر لحد تسعة، تمام؟ دعنا نختار ميتين وعشرين، إذا إثنين، وهذا أيضاً اثنين، وهذا صفر، احنا أريد ميتين وعشرين عوم، صح؟ ميتين وعشرين عوم، هذا ملتبلاير، يعني رح يتم ضرب الميتين وعشرين، ه Gul neighborhoods هزا ثنين أثنين صفر، رح يكون إثنين وثنين وصفر، رح نصار ميتين وعشرين، إذا وضعت عشرث رح يصير الفين وميتين، تمام؟ فارح أضع واحد، طولرانس هي شنو؟ الطولرانس هي نسبة الخطأ لما ترتفع درجة الحرارة وتقل درجة الحرارة المعادن تفقد بعض الخواص من عدها تمام؟ فاشقد النسبة اللي انت تريدها؟ على العموم أكثر هم ترح تلقاها يا أما بالذهبي يا أما بالبراون يعني دائما نلاحظ حتى بالصور دائما يا أما قهوائي يا أما ذهبي يكون فأنت دائما خلي يا أما قهوائي يا أما ذهبي كيفك؟ تمام؟ فهنا طبعا هنا عندك الفيف هنا ليش مدي يشتغل؟ شنو السبب؟ أوكي براون تمام هنا طلع عندي شغيت لاحظ ميتين وعشرين أوم في عندي أيضا مواقع أخرى لقياس المقاومات يعني لو نشوف واحد آخر أتصور واحد كان أكون موجود بالألوان كالكوليتر اللي يتختار هذا أيضا واحد آخر أكو طبعا في مواقع كثيرة جدا هذا بالألوان أوبس continue to site هذا بالألوان لاحظ هنا رح يلون لك يا لين ليش مرات أنت تروح للسوق تشتري أصلا هي المقاومة ملونة فتريد تقراها فإذا تريد تقراها طبعا ما وصيك أنه في تطبيقات على الموبايل كثيرة تعمل هذا الدور يعني في كثير من التطبيقات لاحظ لو نختار براون أوكي هذا منه؟ هذا أربعة باند كيف عرفت؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة صح؟ فعندي هنا أنا الريد اللي هو اثنين وهنا رح أختار بلاك هذا ماتبلاير أوكي فهنا أختار أيضا اثنين فالمقاومة رح تطلع عندك ثلاثة وعشرين لا احنا نريدها ميتين وعشرين أوكي لاحظ المقاومة ميتين وعشرين أوم أوكي فبالحالة رح أعرف لما أذهب للسوق أقدر أريد أحتاج مقاومة ميتين وعشرين أوم فإذا رح تكون اللون أحمر أحمر جوزي أو براون ذهبي أوكي فلاحظ هذا لما يقولك أنه هو ميتين وعشرين أوم التولرانس شن هو؟ يأما حسب درجة الحرارة الغرفة خمسة وعشرين درجة مئوية درجة الحرارة الغرفة الاعتيادية فهو المقاومة تسلك سلوك ميتين وعشرين أوم لكن لما ترتفع درجة الحرارة وتقل تعتمد أوكي فاش راح يقولك التولرانس يأما زائد خمسة يأما ناقص خمسة المقصد يعني يأما هذا الميتين وعشرين أوم اللي أنت شريته يأما راح يكون بالواقع ميتين وتسعة أوم أو يكون ميتين وثلاثين أوم تمام؟ أنت تشتريها ميتين وعشرين بس يتعتمد على التولرانس طيب لو أردنا مية وعشرة مية وعشرين أوم فرح نعرف أنه هذا لازم يكون واحد صح؟ واحد اثنين صفر أو عشرة فرح يكون مية وعشرين أوم فبالحالة تقدر عن طريق الكالكوليتر تعرف بالضبط لون المقاومة اللي أنت محتاجه بالخمسة فرح يكون ميتين وعشرين اثنين اثنين الصفر صار ميتين وعشرين هذا جديد واحد لازم يكون حتى يكون ميتين وعشرين أوم لاحظ ميتين وعشرين أوم فهذا موقع جميل أنه يقول لك يا نوع أو يا لون مقاومة تختار أنت بمشروعك طيب بعد ما حلنا مشكلة المقاومة وعرفنا لون المقاومة اللي احنا نريدها ونقدر نروح لأي كهربائي أو جماعة الإلكترونيك ونطلب من عندها هذه الألوان والمقاومة أوتوماتيكين راح نعرف أنه هي ميتين وعشرين أوم أو مية وعشرين أوم طيب هاي نقطة إذا المقاومات خلصناها نجي على آلة الربط احنا راح نشوف هنانا أنه احنا رابطينا بالكامل لاحظ الطرف الموجب من الدايوت يذهب لهذا النقطة طبعا البريد بورد احنا قلنا عليها أنه هذا الشريط مربوط مع بعض يعني المربوطة هنا معناتها استطيع أخذه منها أوكي فمن هذا يذهب لوين للـ D2 زين الطرف الموجب للأحمر يذهب للـ D1 في النود MCU جميل الطرف السالب من الأزرق يذهب للمقاومة الطرف السالب من الأحمر يذهب للمقاومة السالب انتبه زين ومن المقاومة يذهب للأرض اللي هو الـ Ground هنا أنا طلعت السلك واحد اللي هو G من النود MCU وضعته هنا فهذا كله مربوط مع بعض من الأسفل صح؟ فإذاً هذا الطرف السالب راح يذهب لنقطة G وهذا أيضا يذهب لنقطة G والدائرة صارت كاملة يبقى علي فقط الكود لا تنسى هنا الـ SSID يجب أن تضع الاسم الواي فاي اللي موجود في البيت عندك أو المكتب تضع الباسورد للواي فاي الراوتر الموجود في البيت بعد ذلك هنا نعمل واي فاي سيرفر اللي هو راح يأمن على الـ Port 80 يفتح لنا خلي نقول لأنه لما نريد نعمل الـ Web لازم أنه يكون عندنا بورت نعتمد عليها حتى نبث بها الأشياء فنعتمد هنا على الـ Port 80 حتى نعتمد على الـ Port 80 نحتاج مكتبة اللي هي واي فاي سيرفر وأجي أضع فيها داخلها الـ Port أحتاج إلى الـ Header أيضاً أحتاج أعمل String أوكي خاص بالـ Header فكرتها شنه هو حتى ناخذ الرد من الـ HTTP لما الـ User هنانا يعمل Login أو يدخل عفواً على الـ Page هذا الـ Web Server لازم يرسل لنا إشارة أنه في شخص دخل وشنه هي الأوامر اللي راح يرسلها عن طريق الـ Header تمام؟ طيب بالنسبة لهذا فهو الـ Output يعني حالياً أحنا لما يشتغل المشروع مفروض أنه الأضوية تكون مطفية تمام؟ وهذه المتغيرات يتم خزنها يعني لما نريد نعمل Off لما نريد نعمل On للـ LED تمام؟ هنا نحتاج أيضاً نعرف متغيرات خاصة بالـ GPIO الخمسة والأربعة هذولة GPIO ما يماثلها في النود MCU هو الـ D1 والـ D2 تمام؟ هنا نحتاج أنه إحنا نشغل الـ Serial طبعاً هنا أنا استخدمت مية وخمسةاش ألف وميتين لاحظ هنا غيرتها مية وخمسةاش ألف وميتين الـ Output ماتي راح يكون إذن أعطي إشارة المن للـ Output 5 والـ Output 4 اللي هما بدورهم الـ GPIO اللي هما بدورهم الـ D1 والـ D2 تمام؟ فأول شيء لازم أطفيهم لازم أتأكد أنه هما طافين فأنطيهم Low طيب بعد ذلك أجي أطبع Connect عملية الربط مع الـ Wi-Fi والتأكد أنه هذا هو الـ SSID وهذا هو الـ Password اسمر المنظومة أو اسمر راوتر أوكي مع الـ Password وأبدأ بعملية الربط إذا كان عملية الربط غير ناجحة أحاول مرة أخرى بعد 500 ms أما إذا كانت ناجحة إذن أنتقل للمرحلة الأخرى اللي هي راح أظهر بالكونسول أنه الـ Wi-Fi Connected لاحظ وبعد ذلك الـ IP Address لاحظ ظهرها وبعدين عدنا أمر اسمه Wi-Fi.local IP بمعنى راح يظهر لك الـ IP الخاص بالـ NodeMCU اللي ربط نفسه بعدها السيرفر راح يبدأ السيرفر يبدأ بهذا الكودة طبعا هذا الجمعة الـ HTML يفهموها أكثر إذا أنت مكنت من جمعة الـ HTML تحتاج تدرس شوي عن الـ HTML حتى تفهم ما هذه العالية اللي تعمل بها طيب هنا أنا أحنا الفكرة أنه نحاول أنه لما يجي الـ Client يعمل ربط مع التطبيق الخاص بنا الآن هذا هو التطبيق بها On و Off عند ألاحظ لما أجي أعمل On لما أجي أعمل Off يأخذ الإعاز ويطفي النودات كيف يتم هاي العملية؟ لازم هذا يعتبر Client هذا يعتبر السيرفر فلازم أتأكد أنه في أحد اتصل أو في أحد فتح صفحة الـ Control طبعا بهالحالة شو راح أعمل؟ لازم أعرف أنه أكو ربط له لا فأحتاج المكتبة اللي هي الـ Wi-Fi Client وعملها متغير اسمه Wi-Fi أجي بالسيرفر وأقول له Available هذا راح يعمل شنو تنصت على الأوامر اللي تجي من طرف الـ الـ Client اللي هو هذا طيب بعد ذلك نجي نتأكد أنه الـ Client هو قام بربط بنفسه وإذا الـ Client كان موجود نبدأ نرسله الـ Request اللي هي عبارة عن HTML تمام؟ HTML بسيط هنا هنا مجموعة If Function If Else هذا للتأكد إذا كان المستخدم قد أرسل إشارة بتشغيل الـ LED أو قام بإطفاء الـ LED نفس الحالة بالنسبة للـ LED الثاني بعد ذلك راح يعرض لك الـ HTML هذه مجموعة CSS طبعا أي قلت لازم يكون عندك شوي خلفية بالـ HTML هذا هو الـ Bottom المهم الـ Buttons الـ Buttons الفكرة من عنده نوعاني أستطيع أنه أشغل وأطفي بها On-Off اللي هي هذي ويتغير الـ Status على أساس إذا عملت On يتحول إلى On عملت Off يتحول إلى Off فهذا كل ما في الموضوع هذا هو المشروع بالكامل راح يكون مرفوع لك ممكن تجربه فمن نجي نعمل لـ On على سبيل المثال راح يشتغل من نجي نعمل لـ On أيضاً راح يشتغل من نجي نعمل لـ Off راح ينطفي من نجي نعمل هذا Off أيضاً راح ينطفي تمام؟ طيب أنا شون راح أعرف إنه هذا اشتغل طبعاً بمجرد إنه أنا أحمل الكود أنتظر في الكونسول انتبه لازم يكون الكونسول بنفس السيريال اللي أنا كاتبة يعني مية وخمسة عشو ألف ومتين خلاص هنا لازم تكتب مية وخمسة عشو ألف ومتين تمام؟ أو إذا تريد تبقي على القديم أنت حر فتنتظره وهي طبعاً هنا الكونسول على سبيل المثال مغلق تنتظر إنه يقول لك الـ Done Uploading تمام؟ تفتح الكونسول تمام؟ تفتح الكونسول طبعاً لما أعمل رفريش رأساً نوتومات كين يربط نفسها بس لكن إحنا عدنا هنا مشكلة إنه ما ظهر أوكي هوست هنا ظهر الإي بي بل يمكن أكون فد باك موجود يمكن في باك موجود في الأردوينو بس خلي نجرب مرة أخرى لين هل لازم يعطيك الإي بي أيضاً يعني من تعمل من تعمل Uploading خلي الكونسول مفتوح حتى تشوف الـ IP لأنه أنت عندك ممكن الـ Network الـ NodeMCU ممكن ياخذ IP آخر مختلف يعني مش شرط يكون مثلي بالدورة لاحظ هنا Wi-Fi Connected IP Address يعني مش شرط أنه تكون مثلي على فكرة ممكن أن يطلع عندك أو 1-2-1-1 مثلاً أو 1-4 أو 1-6 لا تجي تقول لي أنا وضعت الـ IP مثلك بس لكن ما اشتغل لا عزيزي يعني ممكن أنه يختلف الـ NodeMCU الـ Router عندك DHCP ف الـ Router كل مرة يعطي IP مختلف تمام؟ يعني ممكن أنت يكون عندك 1-4 أو 1-12 أو 96 أو 98 أو ممكن حتى في أوقات الـ Router يكون static IP يعني ما يعطيك IP لازم أنت تضع IP أوكي فلما نجي نجرب ON-OFF لاحظ شغال إذن من ترفع المشروع خلي الـ Console مفتوح حتى تعرف الـ IP اللي موجود وطبعاً كل ما أنا أعمل Refresh لاحظ إذا عملت هنا Clear كل ما راح أعمل الـ Refresh أوبس أنا أعملت الـ Refresh هنا هنا إذن من ترفع المشروع إذن من ترفع المشروع تفضل أقري أعلى إن لم ترفع المشروع هذا الكود يعمل listening فيظهر عندك هنا فكل ما تعمل refresh يظهر لك هنا الكوماند لنحنا نوقف نكمل وياكم بدرس القادم لنقولكم مع السلامة